من منا لا يحب الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني اللذيذة؟ قليل من المربى والفول السوداني يعطيك ساندويتش لذيذ للغاية وبالطبع في هذا الفيديو سنستمتع ونشاهد كيف يتم زراعة الفول السوداني وأيضا إنتاج زبدة الفول في البداية كما ترون أمامكم يتم تقليب الأرض وتجهيزها لعملية الزراعة لنتابع ونستمتع معا الآن يتم جلب البذور الخاصة بحبوب الفول السوداني وإنزالها عبر هذه العربة والتي ستقوم بإنزالها عبر مجسات خاصة حتى يتم إنزالها وزراعتها في الأرض لنتابع كيف يتم العمل بهذه الطريقة تنبت هذه البذور كما تشاهدون وتتحول إلى أوراق خضرة لنستمتع معا برحلة حبيبات الفول وكيف تنمو ها قد أصبح المحصول أخضر اللون بالكامل لكن ما لا تعلموه هو أن بذور أو حبوب الفول السوداني تنبت أسفل الأرض وليس على الأرض لذلك لعملية الحصاد يجب أن يتم شد النباتات وبالتالي ستكون الحبوب في الأسفل يمكنكم أن تتابعوا كيف تم فحص الأرضية بواسطة هذا الخبير لاستخراج الحبوب وفحصها قبل الحصاد أما الآن ننتقل إلى عملية حصاد الفول السوداني حيث يمكنكم أن تشاهدوا قوة هذه الآلة التي تقوم بتقليب التربة رأسا على عقب هذه الطريقة حتى يصبح الفول السوداني بالآلة بدلا من الأسفل وبالتالي يمكن المزارعين من حصاده بكل سلاسة وسهولة آلة قوية واستثنائية حقا لنتابع كيفية عملها بطبع تتركوا هذه الحبوب لتجف من الشمس وذلك حتى يسهل جمعها فيما بعد وتقوم آلة أخرى بجمع هذه الحبوب بعد جفاف النباتات بالكامل وتصلبها ويكون حصادها أسهل وأمتع بكثير لنتابع ولنستمتع بهذه الآلة القوية وكيف تقوم بجمع الحبوب وفصلها عن النباتات الجافة لنقلها لهذه العربة بالطبع كل وغمليات الحصاد تصب في النهاية إلى هذه الكابينة العملاقة والتي ستكون مخصصة للذهاب إلى المصنع أو مكان المعالجة وبالطبع هذه الكابينة عملاقة بما فيه الكفاية لتقوم بتعبئة كل الشاحنات واحدة تلو الأخرى عن طريق هذه النواقل لنتابع ولنستمتع معا كيفية تعبئة هذه الشاحنات ترجمة نانسي قنقر مثل نهاية كل شيء يجب أن يدخل إلى المصانع الخاصة بالمعالجة كما هذه الحبوبة الخاصة بالفول السوداني والتي ستنزل إلى هذا المصنع فبإمكانكم أن تستمتعوا هنا بعملية تفريغ هذه الشاحنة وكيف يتم رفعها إلى الآلة لعملية تفريغ مثالية ترجمة نانسي قنقر الآن ننتقل إلى عملية الجرش حيث يتم تكسير الطبقة الخارجية للفستق أو الفول السوداني وتنزل الحبة الثقيلة بينما يرفع الهواء القشرة بهذا الشكل يمكنكم أن تشاهدوا هذه الطريقة المثلة لهذا العمل الرائع طريق الفول السوداني هنا ليس بالسهل سيمر بالكثير من المراحل الآن تنزل حبوب الفول السوداني حتى يتم تقشيرها أو إزالة القشرة الرقيقة والتي تعطي مرارة بالفم عند تذوقها ويبقى هنا الفول السوداني تماما بدون أي قشرة وحده داخل هذه المطحنة التي ستخوله إلى زبدة الفول السوداني اللذيذة لنتابع كيف يتم التابعة الخاصة بهذه الزبدة تقفل عبوات زبدة الفول السوداني هنا بإحكام كما ترون أمامكم وتنقل عبر نواقل خاصة ليوضع عليها اسم العلامة التجارية ثم تعبى وتغلف وبهذه الطريقة تصبح منتجا جاهزا للاستهلاك لنستمتع بطريقها نحو الأسواق خاصة هذه هي نهاية زبدة الفول السوداني ترجمة نانسي قنقر